الفيديو هو بعنوان تسريب مكالمة مسلمة تسأل دار الإفتاء حسنًا دار الإفتاء عندهم ألماني وفرنسي وإنجليزي أصدقائي شبطة نعم شبطة حيوبة نحن ننطر الناتناشا داي أماني شبطة كنت محتاجة أسأل على حاجات كتير قوي كده فلو مش هدايقك تمام أول حاجة هو ربنا عز وجل قال إنه يعني أباح قتل مرتد وإنما في الحديث وبعض الآيات يستنبطوا منها ذلك راحل شيخ يتهزل لأ أنا بسأل ربنا عز وجل قال إنه أي حد يترك الدين يتقتل أي حد يترك الدين يتقتل يتقتل دين الإسلامي أه أكيد أنا بتقلم عن دين الإسلامي أنا كمسلمة بكلم على ديني أنا أتكلم على دين تاني ليه شبهة في إلا ديبارتمنت أصدقائي شبهة العول وشبهة حد الردة وشبهة السماء التي يمسكها الله لنطق كل ديبارتمنت إلا شبهة خاصة هذا اسم الدبارتمنت أوكي راحين على الدبارتمنت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنا بس كنت عايزة أعرف يعني هو فيك هذا سؤال في دماغي بس أول سؤال هو ربنا عز وجل قال إنه المرتد أو اللي حترك الدين يتقتل ليه بتسألي السؤال دا؟ اللي حتى تفوت على الدبارتمنت الخاصة بحد الردة أخدش بإلا بتبسألي ليه هو مش دا ديني فطبا يا ربنا خلقني بعقل فأنا عندي أسئلة كتير فأكيد لازم أسألها وأسألها لحد مختص وأكيد في إيجابات أوكي خلينا نبعتك على الدبارتمنت من خلقه لله في عقل واستخدمه خليكي معي باعليش على التالي فون زبتريدي أنا هو السؤال دا؟ بعد الأسئلة على السؤالية لا أنا عايز السؤال دا أول سؤال وهو حضرتك أكيد هنا عشان ترد على أسئلتي مش هتقول لي سألي الأسئلة التانية بعد كده رد على السؤال دا أنا دا السؤال الأول اللي أنا عايز أسألك مم إيه؟ والله ما حالي ما ردها على القضائف أنه القضاء بيحكم بحاجة ذي كده يوصل الشخص هل هو مرحد هل هو لا وبيحكم بحاجة ذي كده ربنا يعني في حديث بيقول قتل مرتد مع إن ربنا عز وجل ألف الكرآن الكريم طب أنا عارف أكيد إنه السلطة أكيد السلطة أوكي بس عايزة لا بسأل دلوقتي في حاجة دينية أنا مليش دعوة بإيه اللي هو يحصل بعد كده أنا بسأل دلوقتي في الدين دلوقتي في حديث بيقول قتل مرتد مع إن ربنا عز وجل لألف الكرآن الكريم من شاء فليأمن ومن شاء فليأكفر خجلان هو خجلان أخي الهباء هو خجلان جاوب على الموضوع وهي قلب قوي يعني عادة طريقة كلام وتب تسألي ليه وحركات هي للناس الخجلانين اللي بيستحوها أنا آسف يا برينس والله مش عارفة لكن هي النوع عم تقول له طاعة حبيبي عم تعطيني شو تسألي لها صح ولا غلطانة وقال كمان إن اللي هيطرق الدين إنه هو يعني هيبقى في نور جهنم خالدة أوكي أنا ما عنديش مشكلة في الموضوع ده ربنا عز وجل قال إدى الحرية المطلقة للبني آدم إنه هو يؤمن وإنه هو يكفر صح؟ طيب ربنا عز وجل إدانا الحرية دي وقال إنه هو هيترق فيها يعني هيترمي وهيتعذف في الكرآن فليه بقى في حديث مضاد إنه هو بيقول لا لازم نقتل المرتد لقد شرحت له بشكل مباشر ليش في تناقض بما هو حديث ما هو قرآن أبجاوبة لأ نحنا ما قلناش في حد مرتد لكن إحنا منحيله للقضاء عشان ما يفتن غيره معنا في حد مرتد لكن أنت خجلان منه لموضوع في حد الرد صديقي شرع له شو هو وليش موجود هذا هو سؤالها فتنا الغيره في إيه هو سابت دين هو في حاله فهيبقى فتنا الخير وإزاي؟ هل الإسلام؟ يعني أنا شايفة ديني دين عظيم جداً هو مش دين هش مش دين بني قدم هيجي واحد اتكلم كده قدامي كده وانا هنصقلي لا انا مش بنصقلي حد انا بنصقلي ديني انا انا مؤمنة ان انا ديني كويس وديني فيه سلام وفيه رحمة ما فيهوش قتل ما فيهوش اي حيب سلام عليكم عليكم السلام حضرتك السؤال بتاع حضرك ده له بعد كمان تشجعبوا لأ مختص تاني يا صدقائي يا ياسفين هلأ عندنا الريسبشن الديبارتمنت تبع حد ردة ومختص بحد الردة بدفس الديبارتمنت معدل يا لأ حضرتك ده بنعمله لاجنة بدرج افتة فنبتأذر حضرتك نيكو تشارفين بدرج افتة في قدارة الحوار ونتخلم معك باستطاقة في سجرة المرتد لان سجرة المرتد لها ابعاد اخرى بتتداخل مع بعضها البعض فما تنفعش الاجابة فيها لا انا مش فاهم لها ابعاد اخرى في ايه انا دلوقتي بس قلتها حاجة في الدين هو الاجابة صعبة ما نعانف ان احنا تحالى بالدين فيه المتائل الشبهات يا فاندي اصدقائي حضرتك لازم تجي لعندنا لحتى نعملك لجنة تجاوبك على السؤال لانه هذا السؤال في له بعد متشابك مع اشياء اخرى السؤال هل هناك حد ردة في الاسلام لما انترك الاسلام من بعد اعتلاقه هل هناك حد ردة احنا عايزين نعملك لجنة بقى يمكن لهيك شايفين ناس مثل هيفة مطلعت وغيره عباقرة وانه بيقدر يعمل فيديو ويرد على الموضوع وشو هالفصاحة وكزا انه ما عنده نجابات لانه احنا بتتكلم في مسألة المرتد من كل الابعاد في كاعدها الامرتد ده انسان عايش في مجتمع فلها بعض اجتماعي المرتد ده له ابعاد تختياره الخلوط من هذا الدين الى دخول هذا بيعض نعم دي احنا عندنا لها لجنة بتتكلم فيها في تخصوصات انا مش مرتد علشان تقول لي هي لها بعض نفسي انا بتكلم على المرتد انا مش مرتد انا تتكلمتش حضرتك ولا تتكلم حضرتك حاجات اه اقول لحضرتك احنا بابل اصدقائي وعدها الصورة شو هي المرتد هو انسان ما بيضيق مفيش اسمه مرتد سليم عقليا فيه بعد نفسي للموضوع فهذا الانسان بيكون مضطرب نفسيا فان احنا بنعمله لجنة بنعرضه للحاكم الحاكم بيشرع بيقتله متل ما اتى في الحديث الصحيح فياك بنحل المشاكل وحضرتك ازا عايزة تسألي اكتر امي تعالي لعندنا نشكل لك لجنة اعطلو مو انا المرتد خافت عن حالها ايها لجنة اي تشكل لي انا مش انا المرتد يا اخي نرجو حضرتك شرفينا بدار الافتع علشان نتكلم في هذا السؤال ونجيب على حضرتك شرفينا بدار الافتع ما فينا على التريفون جاو في هذا السؤال ممم مش فاهمة ليه ما بالطبع مش تمام بلاش السؤال ده خلينا بره السؤال ده دلوقتي في كذا شيخ طلع وقال انا بقلك ليش صديقتي عشان ممكن تكونوا بيتسجلي وممكن احنا نعترف انه في شيء اسمه من ترك دينه وما بده لدينه هو فاقتلوه عشان كده انه دلوقتي المتزوجة اه اتفضل معانا على الفرع تشور فجال قهوة مع مساعد حيدرة نفس الفايب نفس الفايب اي جاني طب انت وينك انت وين زاكن وين ساكن انا زاكن بين وهاجرين سيدر قولت قومتع قومتع الشرب قهوة عنا بالفرع دلوقتي في كذا شيخ طلع وقال انه دلوقتي المتزوجة اه لما جوزها يطلبها لازم تلبيه فورا حتى لو هي قاعدة بتعجنه وتخبز اه بس لو هي طلبت جزء هلأ هي تقدر تستحمل عيد اهل ده منطقي برضو اعقد مو اه منطقي اعقد نكاح له عليك حق في ذلك يا صديقة اهل ده منطقي برضو هالي 6 اداء اه عبدالله روشدي اه عمر عبدالنور احنا بنكسلم عن مؤسسة دينية احنا بيقولش الكلام ده فضر احنا بيقول ولا هن مش كلدي عليهم بالمعروف اهه ما هو لهم اللي يطلقها عند الحاجة هي عند الحاجة لها ان تطلقه ويوجبها اه اللي نفرد ان هي دلوقتي تعبانة مش مش عايزة تعمل حاجة معا تبقى السادعة كلها يصيب اللي بيقولي الكلام دوا اما ان حضرتك حملتها على غير مراجعة ان تبقى لا انا بسألك انت انا ما بقولش ان انا حملتو انا بأ الكلام انت عم تقوله شيء وليه عم تسأله شيء مو مهم هي شو هي قد تكون مسلمة وعندها عن جد الاستفسار انا لو كنت مسلمة مرأة واريت في القرآن وين خفت منهن نشوزهم فعذوهن وهجروهن في المضادع وضربوهن وبقرأ التفسير تبقى وقال ابن عباس هنا وضربوهم معنات من نشزت في رغبة الجنسية وحق الرجل عليها في الجنس اذا بقرأ هذا الكلام ساعتا حتى ما في دعكم ملحدة انا بكون انا ومسلمة بتتصل وبسأل سؤال نفسه ازاي كده بقى الرجل بقدر اوشي يبعظني بيجيب لي الاحاديث تبقى ازا ما بتقومي معي اتخذ الله بيلعنك والملائك بتلعنك وايضا اخي شيء وضربوهن اللي ما بده سوق فهمه اصدقائي عم يقول لك لا الدين دين يسر ما في عنا يسر وشو النشوس تبع الرجل ازا نشز عنا الرجل ليجب ان تتحمل ولها عليه قدش ثلاثة شهور كانت حسب الاية وبحق الا تطلب الطلاق من بعد فترة معينة هي رجب ان تتحمل هو مش مجبور هو بيضربها لا انا ويكلمش ده الوقت ان هي نفسيا مش عايزة انا مش عايزة فهو لازم اكبار انه مرة تانية ما عنده ايجابة قالت له طب انا لا لمرضانيا ولا على سرطان ولا حتة ولا حاجة انا نفسيا مش عايزة قالك بلك تجي لعنة زال نجاوبك على الموضوع لو انت نفسيا مش عايزة هي بلك تجي لعنة لعنة نجاوبك عليها لانه مرة تانية اصدقائي ما في شي اسم مرأة لا ترغب في الاسلام ما في شي اسم انا بيني وبين الرجل عقد نكاح وقال له انا مش عايزة اليوم مش جاي عبالي نفسيا فيش هتقوم يتأدي واجباتك يا اختي ولو انا صح يحكي مصري لازم تقوم يتأدي واجباتك واجبات النجاح هلعاخد اه اه لا ثانية واحدة هو حقيق ايه دخل بعض النفسي فان انا اشرفك وفدر الافتاة واحدة عندها نفسيا مش عايزة تقوم تعمل ده لك حتى دار افتاة برة من عبدالله رجدي نظامي صح كمان شكرا عدتاك بالفقد واحدة عندها نفسيا مش عايزة تقوم تعمل ده خلاص يعني وهي نفسيا هتقبل مثلا ان هو يروح يتزوج واحدة اخرى شفت العقوبة تبعها اصدقائي اذا هي نفسيا اليوم مش عايزة ولا قادرة تمارس الجنس ما هو بقى انت عايزة نفسيا يتجوز عليك لان الحل والثغرات هي للرجل دايما اصدقائي مولى الانفة يعني ليش ما اسأل الشيخ طيب هاي النفسية ما فيك تتكلمي مع طبيب اذا انت مزعوجة من موضوع في شي نفسي لعلك يتتكلمي مع زوجك يحل لا لا بدك روح يتجوز عليك والله لو تجوز عليك تكوني بتستهلي بقى لا بس هو انا نفسيا مش عايزة النهاردة ممكن عاوز بكرة طيب ما دي حاجة بالتراضي بينكم يا فندي بتقولينه بشكل اللائب تقولينه والله انا مش قادرة النهاردة نفسيا مش جهزة البداية ولو رفض هو شو بصير طيب جبنا كلمة محبة واحدة بكل الكلمات اللي بتكلم فيها سبحانه وتعالى في القرآني بين الرجل والانسة جبنا واحد فقط اذا العقد اسمه عقد نكاح صديقي ليس عقد زواج ولا عقد حب ولا عقد محبة ولا رحمة عقد نكاح اسمه الزواج طيب لو واحدة جوزة هضربها لها حق انها تشتكيل اهلها ولا ملايش حق انها تشتكيل اهلها هتشتكيل اي حد هتشتكيل مختص بس في شيء انه لو جوزك ضربك انت ملكيش حق ان انت تروح تشتكي ده شفعة وردك يعني ايه تروح تشتكي لأ والله ده شيخ الشعراوي اللي مصر كلها تقريبا شايفتها مسالها الأعلى ها في عنا مختص رابع لسه ديش صلنا خامس اللي ماعرف كم مختصرنا اللي تصلي بعد المسا في عنا مختص هذا المختص المسائي او انا ملقتي اجابات بصراحة يعني فذي غريبة هذا فيديو اصدقائي على قناة الصديق ماني اللي حابب يدعم القناة ويشوف الاشياء اصدقائي نساؤكم حرثوا لكم كما قال خالق الكوني نساؤكم حرثوا لكم فقاتوا حرثكم انما شئتم ايه ايه الكلام هذا بتاع انه لازم بالرحمة حرثوا لكم الحرث هي بقعة الارض الصالحة للزراعة فنساؤكم حرثوا لكم وقعروا اسباب النزول لا تعرفوا شو كانت نزا عم بيصير بالمدينة لما الرسول كانوا يجيوا يسألوا الرجال عن كيف يقعون بالنزاء واهل المدينة كان عندهم فتشات جديدة تعلموها جماعة الهجرة فصاروا يسألوه بانه يا اخي جماعة المدينة بيعملوا شغلات حلوة نساء نمام يعملوه وشو نعمل قال له نساءكم حرث لكم ما بدي انت اللي عايزوا اعمله بقى انت ما بدك وين ما بدك وهي حرث لك واحسن مثال هذا ارض صالحة للزراعة ازرع يبا ازرع خالي فزقالي انا حابب تستوعبوا شغلي هذا دار الافتة هدول الناس بانين على فكرة انه نحن ببلدنا بمصر مجبورين يكون عنا دار افتة ويكون عنا منظمة الازهر هاي المسيطرة ومهيمة تعالوا شو بشغلة سوى بتشات جي بي تيانو اياكم تعالوا شو بشغلة ما هي ميزانية الازهر السنويا هاتوا نشوف شو الايجابة حسب تشاب جي تيوب تعرفوا ليس بالضرورة حقيقة مطلقة لكن مجملك احصائيات حسب الموجودة تقدر هاي هون تقدر ميزانية الازهر الشريف بعدة مليارات من الجناهات سنويا في عام 2023 بلغت ميزانية الازهر حوالي سبعة وعشرين مليار جينيه مصري متأحة بنا يلا اصدقائي متأحة بنا كلنا يلا هيتقدر لسنا ما بنعرف هاي كمان يمكن يكون عم بيقول لك وعلى قسم الدراسة والتعليم فقط ما له علاقة باقسام تانية يعني بالدولار اتمامية واربعة وستين مليون دولار سنويا وهي مرة تانية اصدقائي قد تكون هاي قصة بفرع واحد بقسم واحد ما انا متأكد انا جسا قد تكون اكتر من هيك اكتب ميزانية دار الافتة المصرية مش الازهر الازهر هو علاقة بالافتة المصرية وهي اشياء كلها يعني الازهر هو مسيطر الديني على المنطقة كلها هدول الناس اصدقائي عم بيمتصوا الموارد ده مع مصر ومو بس هيك هدول الناس يلي اتصلت فيهم ما عندك عم يدفعوا له موظف وعندك قسم خاص لحد الردة وعندك قسم خاص للذين استخدموا عقولهم التي اتانا الله بها قالك ما قالك انت بدك تسألي عن الردة ولا شي تاني لا حتى اعرف وين بعتك عم يقلا لانا انت ضفطي لكم سؤال لقد حابعتك عقسم الردة ما تضيعين لجماعة الردة الجماعة الردة تصلت قالت له شو قال لا استني خليكي معايا طلع واحد تاني ازايك يا برينس يا فندم صاري حاكي ابل انه اعطيني من ايدك اخذ من ايدك هدول الناس اصدقائي بمجتمعاتنا هدول الحكام تابع دولنا بياخدوا قرارات هدول محاميين هدول المهندسين هدول المسيطرين بيكلوا مهيمينهم على كل تفريع من تفرعات مجتمعاتنا هدول المسيطرين على كل شي بالدول ان احنا عايشين فيهم من ناحية مصر خاني تكلام على مصر عم بيمتصوا الميزانية المادية طبعا على مصر والعقلية ما عم بيسمحوا للناس تفكر عم بيسمحوا للأستعب آخر شي بتتصف فيهم بتسألهم سؤال بسيط ما تقوم يتفضلين عندنا يا برنس لحتى نعملك لجنة نشكللك لجنة تردلك على سؤال هل هناك حد ردة في الإسلام وآخر شي بيكذب عليها بكلمات وبيتهرب منها وانو الإسلام ما فيه انو المرأة تفعل وتفعل بيكذب عليها بشكل مباشر انا ما بحسد خطنا مصرية على هاد الفيديو ازا تابعوه ما بحسدهم شو شعورهم واننا عبيشوفوا الجوع والقرف والانهيال الاقتصادي طبعا مجتمعاته اللي قدام عينهم عبتصير واخونا الازهر عنده 800 مليون دولار سنويا عبتفوتوا مرة تانية ما بنعرف لوين على اي قسم يكن يكون فيه اكتر من هيك هاي الاشياء المعلنة انتو بتاعفوش يعني معلنة بمجتمعاتنا اصدقائي ما بحبوا اعلنوا اي شي رسمي لانه هذا المعلن فقط هو ما يقارب 900 مليون دولار قديش قالك 27 مليار جنيه مصري عبيفوت لعندها دول العباقرة يميقدرانين يردوا على سؤال واحد بدون يجيبوه لعنده نشكله انا ما عندهم يا اخي ما فيه موارد قم تعي لنشكلك لجنة فاضيين الناس عبتموت نشجوع بالشارع هنه جاهز زي بتجي لعنا البرنس بنعملها لجنة وحاكم وقاضي وما عندهم فاضيين جاهزين زي العسل حياتهم الناس ما عبتلاقي تاكل بالشارع ما بحسد الاخوة المصرية على هيك في فيديو لكن من السوقات انا كسوري وكنت عايش بسوريا وبعرف دار الافتاء تبعنا بسوريا ووزارة الاوقاف تبعنا شو كانت عمتعمي ووزارة الاوقاف انا ما بنساها الهلة واحد من اصدقاء اخوالي مو اصدقائي كنت صغير انا كنت ساعده بالسيارة يفتح بالسيارة يلم اموالي حكالي كلمة الهلة على الان ببالي ما بنساها اللي انا شايف بعيني وزارة الاوقاف السورية بيفوت عليها مصاري اكتر من وزارة المالية والمحاسبين المالية تبعهم عندهم بيشتغلوا اكتر من وزارة المالية اكتر من البنوك المركزية تبع سوريا وزارة الاوقاف عنا بيفوت عليها مصاري اكتر من البنك المركزي وبتتحرك هاي الاموال وعندها محاسبين بيشتغلوا بندون توقف فما بنتفاجئ ابدا انه بمصر ميزانية الازهر تبع سنة 2023 هي اتمامية او ما يقارب تسعمية مليون دولار ما بتفاجئ ابدا هذي اموال الله يا قصية اخي اذا اموال الله عطوها لشعب الله عطوها لخلق الله ليش حاطينا بناس معارفة عنين جاوبوا كلمة وعنكم عاملين جامعة بالدرسوا فيها كل انواع التخلف وكل انواع الرجعية الفكرية وناس المهندس ما بيطلع يهندس والمحامي ما بيعافي حامي والدكتور ما بيعافي طبب والجراح ما بيعافي جراح بتطلعوني ناس غير قابلة ان الطعام تقدم اي شيء لمجتمع حافظين لي كتب صفرة متنيلة بستين نيلة وبيبخوا علينا بالتلفزيون وعندهم فرص اكتر من اي انسان فعلا دارس بمجتمع يعمل اي شغلة عندهم فرص يصيروا اثرياء واغنياء المجتمع تبعنا اذا هي اموال الله يا اخي عطوها للشعب عطوها لخلق الله لكن لا اصلا شلون تفكروا فيها مصر شلون بدأ تعيش من دون ازهر يعني تخيلوا مصر تقدر تعيش من دون فتاوي الازهر اصدقائي السنوية واليومية الجماعة تليفون بسيط من امرأة بسيطة معارفانين جابوا على سؤال واحد هاي المصاري كلها عبتنضخ عليهم معارفانين جابوا على سؤال واحد شلون بقوا مصر بدأ تعيش من دون الازهر يعني تكل دولة عربية يكون فيها جامع ازهر وبيفوت عليه قريبا المليار دولار سنويا خليون يحلوا لنا مشاكلنا لانا حاجتنا والله تعبنا اصدقاء شوفوا مشاكلة عن مجتمعاتنا واضح ان الحل يكون عندنا جامع ازهر بكل بلد عربية واخر شي اصدقائي هاي ناس مع فيه ما لوا مجبورين يدفعوا ضرائب ما لوا مجبورين يقدموا رسوم وتتقيقات على وين تجي المصاري ومن وين عم تجي المصاري ووين عم تروح المصاري ما لوا مجبورين يعملوا اي شي مجبورين في الشركات التانية الي بينهلك حياته البواطن المصري اللي الله بيفيق عليه بشوية من الفيء وبيخلي يفتح شركة ولا مطعم ولا معمل ولا قصة بيهلكوه لهلك بالضرائب والمتابعات والملاحقات لمرحلت اليه بيسكر وبيحي يفتح بلاد تانية هاي قصص كلها معفي مننا الجامعة الازهر اصدقائي هاي الارقام اللي اريناها هاي كلها معفي منها الازهر ما له مشبور يقدم اي شي ويعمل اي شي مصاري بتفوت مغمضة وبتطلع مغمضة وما هدا عارف شو عم بصير لانه احنا حنشكك بناس الله مراقبهم مستحيل ليش نشكك فيهم ما عنا ولا مثال تاريخي عن حدا نصب باسم الدين ابدا او سرق مصاري ما عنا ولا مثال ابدا فإذ كان الله رقيبهم فلا رقيبة عليهم وللأسف تعوش اللي بتزعل بمجتمعاتنا انا بتأكد فيه ناس يمكن يسمعوا كلامي يستهجنوا يقول لك لأ ما انت ما لأ ازهر عمك اصلا واصلا لو لالازهر مستحيل تقوم مجتمعاتنا ويا ريت متل ما انا عم بمزحكين تقول يا ريت بكل دولة في عنا جامعة ازهر لأسف في كليم ناس تفكر بهاي الطريقة